مرحبا كيفكم؟ أنا إسلام من قناة ألوان تيوب اليوم أنا جاي إياكم بخبر كتير صادم وكتير حزين بالنسبة عليه وأنا عارفة كتير من المتابعين عم يسألون قناة ألوان تيوب وطبعا رح تسألوني كمان ليش طال على هاي القناة حب أخبركم إنه في واحد ابن حرام هكر قناتي ألوان تيوب وقدر يوصل للإيميل وكلمة السر وكمان حزف كل الفيديوهات اللي نزلتها على القناة وبعدين رح عمل بث مباشر وبعدها اليوتيوب سكر القناة حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل أنا ما أزدت أي حد في كل حياتي حسبي الله علي هكر القناة والله أنا من كل قلبي مأهورة مش عارفة ليش عمل هيك وشو استفاد حسبي الله عن الناس المؤذية بجد أنا كتير 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 مأهورة على القناة لإني تعبت كتير فيها وصر لأكتر من سنتين وأنا بنشر فيها بشكل يومي ووصلنا فيها أكتر من ستمية واثنين واربعين ألف مشترك بجد كتير كتير ترابط فيها حسبي الله ونعم الوكيل على ولاد الحرام اللي هكر القناة وأنا بهذا الفيديو حب أقولكم أنه هاي قناتي الثانية وأنه رح أنزل عليها مقاطعة جديدة بشكل يومي وبتمنى من كل المتابعين أنهم يبعثوا الرابط لأصدقائهم والله ما أزدت حد أنا في حياتي حسبي الله علي بيقطعوا برزق الناس بجد مأهورة مش عارفة شو أقولكم غير أنه لا حول ولا قوة إلا بالله بتمنى منكم تخبروا أصدقائكم أنه هاي قناتي الجديدة فكل رجاء منكم تنشروا وتبعثوا الرابط لكل اللي بتعرفوهم وتقولوا لهم هاي قناتي ألواني تيو وإلي رجاء عندي اليوتيوبر زل اللي بعرفوني أنهم يدعموني ويوقفوا جنبي في هاي المحنة وإنتوا كمان بدي إياكم توقفوا معايا وبادعوا الله أنه ما يدوي أهل إحساس لحدا بجد لأنه شعور صعب ولا حول ولا قوة إلا بالله وحس بي الله ونعم الوكيل على الناس المؤذية واللي أطعب رزقه ورزق عياله ترجمة نانسي قنقر